إنه المفاهيم انقلبت ما كانت بالأمس نقوله عادات وتقاليد يجيب احترامها أصبحت اليوم يعني ما كان نعطيك مثال لأنه صنحنا حتى المجتمع المفاهيم أصبحت اليوم تحارب حتى أركان عقد الزواج نجيك علاش نقول لأنه فيه حالياً موقوش بشمنعم مش دائماً لكل قاعدة استثناء هناك يعني بعض الفتيات من يريدن الزواج دون موافقة أو دون مرافقة وموافقة الوليدين بمعنى أنها يعني كلمة ما فيش ولي أمرها يعني يعني هناك إرادة من أجل محو رأي ومحو ولي الأمر أصلاً الولي الولي نعم ولي الزوج ولي الزوجة والزواج من ناحية الشرعية ومن ناحية المجتمعية إذا كانت المرأة زوجة أو تزوجت دون يعني ولي سواء الولي يقدر يكون أخ يقدر يكون الوليد هو الأصل يكون والدها نعم وإذا لم يكن لها والد فأخوها ولم يكن لها الأخ فخالوها يعني العام الخال نعم لماذا؟ لما تدخل الحياة الزوجية يعني ستجد نفسها لما دخلت ولي السند ستجد نفسها دون سند في حال خاصة إذا كانت هناك مشاكل وبالتالي أن المرأة دائماً لما تتزوج بوليها حتى وإن حدثت مشاكل دائماً تقول بأن هناك سند هو الولي والله الولي ما يقوله الأخ والله العم والله الولي في الأصل